لماذا لا أرى إنزالاً بكل ما تحمل كلمة من معنى إنزال إعلامي تواصلي على وسائل التواصل الاجتماعي على كثير من المنصات وهذه الفئات المستهدفة طبعاً هي متواجدة بالأساس على منصات التواصل الاجتماعي بكل ما تحمل كلمة من معنى في هذا المواكبة هذه الجائزة منذ التمهيد لها منذ طريقة التسجيل طريقة المشاركة الجوائز التي تنتظركم هكذا يعني لماذا لم أرى أستاذ محمد معنينه في دقائق هل تشاركني هذه الفكرة صحيح أن هذه المبادرة هي مبادرة أولاً جيدة وهي مبادرة تستحق تشجيها وهي مبادرة التقت فيها عدد من النوايا الحسنة سواء المغربية أو إماراتية ويعني عندما تحضر المصابقات تشعر بنوى كبير من الارتياح لأن شباب وأطفال جاءوا من مختلف أنحاء المغرب كلهم حيوية وكل واحد فيهم درس وقرأ عدد من الكتب وجاء يجيب على أسئلة وهناك تنظيم محكم لكل هذا الآن أنا أرجو من الإخوان أن يعطوا نوع من الاهتمام لما سميته بالتغطية الإعلامية الآن اليوم إذا لم تكن تغطية إعلامية لأي حدث فإنه يمر عابراً ولا يترك ذكرى ولا يترك نوع من الاهتمام فحيح أن الحديث عن الكتاب هو من الأحاديث الصعبة التي يمكن تمريرها عبر وسائل الإعلام وسائل الإعلام في الأنترنت وفي الإداعات وفي التلبزات مشهولة بأشياء أخرى وعندما سأتحدث عن المشاكل فيما يتعلق بالقراءة أتعرض لذلك لذلك لا بد من تشجيع هذه المبادرة وأنا أرجو من الإخوان أن يبدلوا جهداً أكبر لينفتحوا على قنوات الإعلام بمختلف أنواعها وأن يقبلوا التشجيع وأن يقبلوا الانتقاد وأن يقبلوا التدخل في المصار الذي تقطعه هذه المسابقة منذ بدايتها إلى تتويجها كما سيتم ذلك يوم الأحد القادم إن شاء الله ولا بد من تشجيع هذه المبادرة